أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الجمال أو مقام الجمال والجمال الحسن وإنما الحسن كمال في التناسق والتناسب في الصورة أو الخلق أي في صورة الظاهر أو صورة الباطن كل ذلك جمال والجمال قصد من مقاصد الشريعة ومن مقاصد القرآن العظيم ومع الأسف قل ما ينتبه إليه الناس وقل ما يهتم به كثير من المسلمين بل هو نوع من التعبد الجمال نوع من التعبد وهو مطلوب لذاته ولنا قاعدة في علم أصول الفقه أن القرآن لا ينص على أمر نصا إلا إذا كان من مقاصد الإسلام الكبرى لأن فروع الجزئيات ترك تفصيلها للسنة النبوية وفروع الفروع تركت للإجتهاد والله عز وجل نص على هذا المقصد في القرآن العظيم بهذا اللفظ الجمال وبمعناه فأما اللفظ فقوله عز وجل وَلَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيْحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ وهذه الآية عجيبة ولطيفة وقد يستغرب البعض كيف يذكر هذا على أنه يشير إلى منزلة الجمال التي هي منزلة من منازل الإيمان ومرتبة من مراتب السلوك إلى الله عز وجل وقد علم أن النص أي الآية قد صيقت صياق الإمتنان من الله عز وجل على عباده فيما أنعم عليهم من نعم الأنعام أي المواشي التي تكسب من الإبل جمال أو البقر أو الغنم أو ما في ذلك الماعي كالماعز مثلا كل ذلك أنعام وسأعود بحول الله عز وجل إلى هذه الآية لأنها مناط الكلام وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتخذوا زينتهم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة الجمال فهو أمر إذن منذوب بالجزء كما يقول العلماء واجب بالكل منذوب بالجزء أي أنه على المؤمن أن يساء إليه ندبا وليس حتما ولكن أن يقصد إلى خلافه فهذا ممنوع فلذلك كان واجبا بالكل أي أن يتعود وهو مطيق قادر على أن يترك هيئات الجمال ويظن أنه يعبد الله بذلك فقد خالف قصد الشريعة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد صحيح أن الأمر يفيد الندب ولكن إفادته الندبا جزئية أما من ناحية الكلية أي المعنى الشامل للسلوك العام للإنسان في كل حياته التعبدية وللمجتمع المسلم في شموله فهو مطلوب طلب الوجود أي أن يكون المسلم يرغب في التجمل لله عز وجل والتزين وهذا المعنى كثير في السنة لا يكاد ينحصر ومن ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره عند الطبران وعند البيهاقي وعند غيرهم كثير أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم الكبر يوما ذم الكبر والإنسان قد يتكبر فيتكبر بلباسه أو ماله أو خلقه السيء فحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام مقالته في الكبر ظن أحد الصحابة أن به كبرا لأنه كان يتزين في لباسه فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال إن الله تعالى جميل يحب الجمال وهو بهذا اللفظ في صحيح المسلم وعند الطبراني في الأوسط بسند صحيح خرجه شيخ الإسلام الألباني في صحيح الجامع الصغير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها أخلاق الرفيعة والسفساف الأخلاق المنحطة الوضيع وابتدأ كلامه بأن الله عز وجل جميل فوصف الله عز وجل بالجمال وهذا الصن تشد إليه الرحال كما يقولون وعند البيهقي في شعب الإيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس التباؤس تكلف البؤس البؤس هو شدة الفقر واتساخ الثوب وعدم الإهتمام الشديد بالمخبر والمظهر فذلك تباؤس بؤس يعني الإنسان تلقاها مستور ليس مطلوبا أن يكون الإنسان غنيا مستور ويتحرى أن يلبس رفت الثياء كما فعله بعض جهلة الناس قبل كانوا يظنون أن الزهد والسلوك إلى الله في لباس المرقعات كان واحد العادة بدعية قديمة كانت عند بعض أهل التدين من الجهال وليس من العلماء يلبسون المرقعات يعني هو عنده بشي يلبسه بحسن ويتحرى السوب يكون فيه عشرات الرقع على أنه نوع من الزهد أبدا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى أن يلبس رفت الثياء ولكنه يلبس ما يجد ما يقلبش على اللي فقطقته ولكن لا يتحرى السيء والرف والمزق وما يخالف أزواق الجمال فالجمال قصدون من مقاصد الإسلام قصدون بذاته ولنعود الآن إلى الآية قول الله عز وجل والنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون آية صيقت في صياق الإمتنان وكل آية صيقت صياق الإمتنان تدل على إباحة ما ذكر إباحة تخييرية لا إباحة ترفع الحراج لإباحة الشريعة نوعانا المباح الشريعة جوجل الأنواع مباح مخير فيه ومباح مرفوع حراجه المباح المخير فيه هو الذي يكون مذكور ومطلوب القرآن يطلبه كلوا من طيبات ما رزقناه كلوا واشربوا مطلوب لكنه ليس طلب إجاب ولا ندب بل هو طلب إباحة لأن القاعدة أن الأمر إذا تعلق بأمر جبلي أي طبيعي في الإنسان فلا يكون ينفيد إلا الإباحة ولا يتعلق بندب ولا بوجب وهذه الأوامر التي تتعلق باللبس والأكل والشرب والتزواج كل ذلك قد سيق أصالة سياق الإباحة هذا نوع من المباحات ما عندش لمسلم الحق ليس له الحق في أن يزهد فيه فإذا زهد فيه واعتبر ذلك تدينا فقد خلف السنة وإنما هناك مباح آخر مباح لا حرج فيه أي مسكوت عنه كان يحدث في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وما نزلت آية ولا ورد حديث يأمر به على سبيل الإمتنان والإباحة بل سكت عنه وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام داخل فيه أو فعله فيكون من المسكوت عنه والخير للمسلمي أن لا يدخل فيه وهذا باب المتشابهات مما اختلف الناس قديما وحديثا في إباحته وحليته لما تلقى العلماء من دبزين عن شيء حاجة أحلى الحرم اعلم أنا إذن أنه في غالب أمره في أحسن إحواله أنه من قبيل هذا المباح الذي لا حرج فيه ما معنى لا حرج فيه يقولك لا درت الله يسمعه وفرق كبير بين الشيء يقولك ديره رهم زيان هو مباح وبالحاجة يقولك لا درتها الله يسمعه إذن الله يسمعه معناه أنه الأصل أنه غلط ولكن أباحه رفعا للحرج فمن استطاع أن يزهد فيه فليفعله فهذه الآية إذن صيقت صياق الإمتنان يعني أنه مباح مطلوب فعله على سبيل الإباحة التخيرية جزءا على سبيل الطلب الندبي أو الوجوبي كلا حسب النوازل والسياقات ولكم فيها جمال استأنف الكلام ولنعام خلقها لكم فيها دفء ما زلنا نلبس من أصوافها وأوبارها إلى اليوم وإلى يوم القيامة ومنافع ناكرة تدل على إطلاق المنفعة وعدم تقييدها راكبوا عليها قديما ويركبون عليها حديثا وسيركبون عليها مستقبلا بشتة مقاصد الركوب ليس بنادم غير تصور باللي راه يعني لا بد غذي بقل الجمل والحمار والبغل هو السفينة اللي يركب عليها الإنسان لا الركوب يختلف مقاصد الركوب الآن هناك ركوب للتجمل والتريض من الرياضات ثم فيها أيضا منافع الطعام وفيها ما لا ينحصر وليستطيع العقل أن يحصره من المنافع لكم فيها دفء ومنافع منافع خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكل وهي كذلك إلى يوم القيامة منها ناكل ثم خصى الجمال بجملة مستقلة شيء عجيب يعني هذه الأمور اللي معروفة عند الناس بزال يعني كثيرة التداول جبليا وطبيعيا ذكرها في صياق واحد ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكل أقف ليس بالضرورة يعني أنه توقف يعني الوقف المعروف في القرآن ولكن أوقف المعنى الجزئي ليستأنف معنى جزئي آخر وقال ولكم فيها جمال خصه بالذكر باش تنتبه له قصد بهذا التخصيص أن ينتبه المؤمن إلى هذا المعنى وهو معنى مهم جداً مفقود في كثير من الأحوال في أوساط المسلمين ولكم فيها جمال جملة اسمية سابتة تدل على الاستقرار والثبات مما يجب طلبه ولكم فيها جمال متعة حسن ذوق تعلم الإنسان الذوق كتلقى الإنسان في بعض أحواله مسلم يصلي يصوم ما عنده ذوق كالوحش ما ينبغي ما يخصي يكون خلق المسلم هكذا ولا ذوقه للأشياء وللحياة يجب أن ننتبه إلى الجمال الذي خلقه الله عز وجل في الكون إلى الغيوم وهي تروح وتأوب إلى الشمس وهي تشرق وتغرب إلى القمر في حركته الدائرية مما ذكره الله عز وجل في القرآن مراراً يجب أن نعبد الله بهذا فالجمال ضرب من التفكر ويتفكرون في خلق السماوات وذرك ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار التمتع بهذه الأشياء مطلب في ذاته حاشى الحرام الحرام ليس بجمال بل هو خبث وخبث وسياتي الكلام قال العلماء حين تريحون وحين تسرحون شو سبح الله العظيم فين نبهنا القرآن العظيم رب العزر ما قلش لنا الجمال من اللي تكون تكل المشوي والمحمر والمطبوخ لا جمال آخر الذي قد لا ننتبه إليه ونعيشه حين تريحون وحين تسرحون الصراح والسرح والإراحة تريحون أراحة يريح إراحة أي عاد بالغنم أو الإبل أو البقر من المرأة والسرح كنقولوا إحنا السرحة عربي فصيح والأصل فيه إخراجها بالغداء صراح الغنم أو الإبل أو البقر خرجها صبح ضروري هذا المعنى ناخده خرجها صبح صيقها فصوقها الغداء تكون مع الشروق أو قبيل الشروق أو بعيد الشروق البكرية اللولة خارج الراعي بالغنم أو الإبل ديها لمرأة لها جمال وهي في منظر هذاك ترغو أو تثغو ويحتك بعضها ببعض ويصبق بعضها لبعض الآخر وهكذا يريك الله عز وجل نعمه كيف تتناسل هذه الإبل وكيف تتناسل هذه الغنم ويكبر القطيع وتتعدد أرؤصه مما أنعم الله به عليك تنصت وتنظر إلى هذه الخلقة الجميلة العظيمة وهذه الألفة وهذه السكينة التي يبعثها الله عز وجل في الإنسان بمشاهدته لهذا المنظر والسرح خرج جمال خرج الصبح فهو يسرح مخرج الغنم الصبح أو الإبي أو البقر أو ما شئ أو المعيز والرواح أو الإراحة فعل متعدي أي أراحة الغنم أرضها بالعشية حينما يرجعها مساء وقد غربت الشمس أو كادت انطلق في وقت انطلاق حركة الشمس شروقا وعاد في وقت انطلاق حركة الشمس غروبا يعود بتلك الغنم أو بذلك القطيع من الإبل وقد امتلأت البطون بالكلأ وضرت ضرع اللبن والمنظر يعني عجيب وهي قد رجعت وقد أكلت ما أكلت كأنها تحمد ربها وتسبعه أن أنعم عليها ورزقها ورزقك قبل ذلك بأن خلقها لك لك فيها كل ذلك دف ومنافع وأكل وجمال حركتها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون في الرجوع وحين تصرحون الغداء يهمني جدا إذن أن يكون نص في القرآن يذكر الجمال مقصدا لذاته في العادة هذا ما جاش في صياق الصلاة جاش في صياق الصرحة في العادة ويهمني جدا أن يكون نص في القرآن يقصد إلى الجمال في صياق العبادة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أربي طلب منك باش تبحث عن الجمال وتتجمل في عبادتك وفي عادتك والعادة يدخل فيها كل ما يتعلق بالأطعيمة والأشريبة والألبيسة والأنكحة والبنايات إلى غير ذلك مما هو من عادة الإنسان لكن طبعا في حد الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا ينبغي للمؤمنين أن يغلو ولا يميل إلى حد الإصراف فيكون من المبزرين ويكون من إخواني الشياطين ولا ينبغي أن يميل إلى حد الإقتار والبخد والشعر فيكون آنئذ ممن كفر بنعمة الله سلوكا وخلقا وقد ذكرنا الحديث الصحيح وإن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس بردن بيخير عليه أو مستور ويظهر للناس أنه معدوم أنه لا يجد ما يأكل أنه قد تمزق ثوبه أنه قد اتسخ حاله ليس عيبا أن يكون الإنسان فقيرا ولكن عيب كبير أن يكون الإنسان واسخا ما كنش علاقة بالفقر أولو سخ كنش نهايا ما كن الإنسان يكون فقير ويلبس ثوبا بسيطا متواضعا ولكن نظيف جميل بل ها أن يكون غنيا أو متوسط الحال فالمسألة في أغلب أمرها أي هذا السلوك لأوجل عندنا في أغلب أمره يرجع إلى فقدان الحس والإحساس بالجمال لدى كثير من الناس بعد هذا وذات قلت ما علقة هذا بمقام الجمال من حيث هو منزلة إيمانية أقول وثيقة وعميقة لأن الإنسان إذا عرف الله حقا لا يكون إلا جميلا وكيف يعرف الله عز وجل إنما يعرف من خلال إسمائه الحسنة وقد بينت هذا أكثر من مرة تعرف ربك من خلال ما أفاض عليك به من النعم مما ذكرنا في الآية ومما ذكر في غيرها ولنعام خلقها لكم هذه أسماء الله الحسنة هذه أسماء الله الحسنة تفيض عليك رزقا ودفءا وأكلا ولباسا وجمالا وهكذا ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون كل آيات المن بالرحمة وبالنعمة كلها تفيض على الناس كل الناس بإسماء الله الحسنة أي بجمالها وبأنوارها والله عز وجل سماها حسنة انتبهوا هذا اللغة هذا حسنة حسنة صيغة فعلا كفضل تدل على التفضيل الشديد المبالغة تفضيل في أنها أحسن ما كان وما يكون من الأسماء والصفات إذا عرفت الكرم فأحسن صفة في الكرم هي اسم الله الكريم وإذا عرفت الرحمة في خلقه فأحسن صفات الرحمة هي في اسم الله الرحمن الرحيم وإذا عرفت الرزق فصفة الإرزاق والرزق هي في اسم الله الرزاق فإذا عرفت أو رأيت الرزق فصفة الرزق هي في اسم الله الرزاق أحسن وأجمل وأكمل ما في ذلك من صفات هي في اسمه عز وجل الرزق وهكذا في كل اسمائه الحسنة يعني مكين ما أحسن منها ليس شيء أحسن منها ولا أفضل ولا أعلى حسنة إن الحسن من الجمال فحينما تتعرف على ربك الجميل إن الله جميل يحب الجمال اصطبغ قلبك بالجمال فتتذوق الجمال في كل شيء بدءا بعبادتك حتى عادتك وتصطبغ بالجمال في أخلاقك وفي سلوكك مع الناس ليس التدين أن تظهر الغبش والعبس في وجهك للناس على أنك حازم وعلى أنك جاد في أمرك ذلك أمر ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما كان يرى عليه الصلاة والسلام مبشرا ومستبشرا إلا إذا غضب لأمر مما كان يغضب له عليه الصلاة والسلام أي إذا انتهكت حرمات الله ومع ذلك فما كان وجهه إلا طلقا جميلا فالمؤمن إذن يألف ويؤلف والإلف جمال يألف ويؤلف والإلف جمال ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف كما قال عليه الصلاة والسلام وبهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى الجمال في الناس أولا في قلوبهم في قلوبهم وما كان يحاسب أحد على وجهه وخلقته وإنما يحاسب على ما في قلبه من خلق وسلوك ثم على ما يظهر من سلوكه ومن هيئاته العامة في المجتمع من أخلاق وزينة في حدود العبادة من الله عز وجل ولنا في ذلك قصة عجيبة طريفة فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زاهر باديتنا ونحن حاضروه زاهر باديتنا ونحن حاضروه وزاهر اسم شخص هذا صحابي كان من البدو يعني عروبي من البدو وكان زاهر هذا كما صح في الحديث ذميم المنظر يعني له جهد يلوم ما كانش فيه حسن ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه لجمال خلقه ولجمال عبوديته لله ولأنه كان مرتبطا بالله من خلال جمال اسمائه وكمال صفاته فكان عبدا عبدا لله والعبودية هي أعلى مراتب الجمال حينما يكون الإنسان عبدا لله يفيض آنئذ سلوكه وخلقه وكل حاله يفيض بالجمال زاهر باديتنا ونحن حاضروه يعني إحنا المدينيين دياله والعروبي ديالنا هذا المعنى دياله ذلك أن العرب كان من شأنها وما زال ذلك إلى اليوم أن يكون للإنسان صديق في البادية عنده صاحبه في العربية كيمشي عنده كيمشي لأخر عنه هذا كيل جل المدينة كينزل عنده صاحبه المدينة إلى المشاة العربية كينزل عند صاحبه وكان النبي عليه الصلاة والسلام له صديق في البادية البادية زمان كانت بالخيام كانت خياما ما كانت بنايات كما هي اليوم فقد صارت البوادي اليوم حواضر إغلب أمرها فقال زاهر باديتنا ونحن حاضره يعني يشير بلطف مربيا لصحابته وللأمة بعده هذا كالعروبي اللي وجهه ما كيعجبكم وجهه مخصر بين قوسين اللي حقرته حد ما در صاحبه أنا غدين در صاحبه زاهر باديتنا ونحن حاضره ولقاه واحد اختران النبي صلى الله عليه وسلم في السوق وجده النبي يوما في السوق يبتاع أو يشتري أو يبيع كيف تاجر يبيع الشريف السوق في المدينة فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه والتزم يعني عن قوم النور ضياله شده فجعل زاهر يقول دعني أتركني من هذا ما عرشيش كل يشده كنت فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري مني هذا العبد صار النبي صلى الله عليه وسلم كي ندف سوق كي يقول فكل يشري مني هذا العبد فحينما سمع زاهر صوت النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن الذي التزمه هو رسول الله جعل يتحكك بظهره على صدره ما بقى كي يقول اطلق منه لكي يحكك ظهره بصدره عليه الصلاة والسلام فرح فرح لذلك وشعر بأخوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبوته ورأفته ورحمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم فحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري مني هذا العبد قال زاهر إذن تجدني كاسدا يا رسول الله يعني تلقني باير كل يشري لما نصلح لما نلق فقال له ولكنك عند الله غال ما كان يميز زاهر كان وجوه كما عبر أحدهم يعني في بعض كتب الأدب تقتحمه العين ولا تكاد تثبت فيه يعني كتشوف بعينك لبشاعة منظره كتبدل وجهك مع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتملاه كيتمتعده يتملاه ويمازحه بما لم يمازح به أحدا آخر من الصحابة كي لمعه بوحد طريقة ما مولفناش صحاب يمزح معهم به النبي عليه الصلاة والسلام غلاء زاهر عند الله كان لغلاء خلقه الجميع النبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري مني هذا العبد رد البلح من يشتري مني هذا العبد يعني ظاهر الخطاب يوهم أنه عبد من الرقيق الذي يباع ويشترى في السوق ولكن مقصده عليه الصلاة والسلام أن زاهرا قد حقق مرتبة عليا من مراتب العبودية لله وبذلك جملة وكملة عند الله عبد نعم العبد إنه أواب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني العبودية جمال والعبودية الحق لا تفيد لدى الإنسان إلا بأخلاق الجمال لما تلقى شي واحد مشوك في أخلاقه مع الناس عرف واعلم أنه ما حقق مرتبة العبودية على جمالها وكمالها بقي نقص العبودية لله ولو كان من مظهر التدين فيه ما كان ما يهمك شي المظهر شكلي وإنما حقيقة المظهر ما دل عليه المخبر له والدخل خلاق السلوك وعملات حينما يسجد العبد لله فيسجد قلبه وحينما يركع فيركع قلبه ويتذوق القلب آنئذ من كؤوس النعمة نعمة العبودية لله جمال أسماء الله وصفاته العليا العلا هذا القلب الذي تعلم الخضوع بين يدي رب العالمين يتعلم أعلى منزلة من منازل الإيمان وهي التواضع التواضع لله وهذا التواضع يتسرب خلقا في سلوكه العام في المجتمع ولا يعرف الكبر ولا الكبريان لأنه أخذ من أسماء الله الحسنى صنفين صنفا أخذ صنفا أول يتعلق بأسماء الرحمة وصفات الرحمة بكل ما في معانيها الرحمن الرحيم السلام المؤمن كل هذه المعاني التي تبث السكين في القلب وتبث الجمال في القلب وأخذ من أسماء القوة والجبروت التواضع لله يعني أسماء الله الأخرى لكدلع القوة كاسمه القوي كاسمه الجبار كاسمه القهار واسمه المتكبر سبحانه وتعالى كل أولئك الأسماء يأخذ منها العبد التواضع لله لأنه يدرك حينما يشاهد مشاهدة والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حينما يشاهد بوجدانه وبقلبه أن الكبرياء الحق إنما هو لله وأن كل من ادعى الكبرياء في الأرض كاذب فيتعلم أنا إذن التواضع للناس إذ تواضع لله عز وجل وحينما يدرك ويبصر أن الجبروت إنما هو حكر على رب الكون سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكون أبدا ذلك العبد عبد لله لا يمكن أبدا أن يكون جبارا في الأرض وبهذا يتعلم من أسماء الله الحسن أخلاق الحياة وأخلاق العبادة لم تذكر هذه الأسماء عبثا في القرآن العظيم أبدا وإنما ذكرت لنتجمل بها فعلا وتركا ذكرت لنتجمل بها فعلا وتركا فعلا في الأخلاق التي طلبت مما ذكر الله عز وجل من أسماء الجمال والرحمة كالكرم كالرحمة ككل الأسماء والصفات التي تسمى بها الله عز وجل وأمر بها خلقا أن يتعامل بها ويبثوها فيما بينهم فعلا وتركا فيما احتكره الله عز وجل لذاته وفيما قصره على نفسه وحرمه على عباده كالكبرياء والجبروت وما في ذلك من معان كل ذلك إنما هو لله الواحد فحينما تترك ذلك والترك كما قال المقاصديون الترك فعل من الأفعال إن بني على قصد التعبد يعني حينما تترك الكبر فأنت تفعل شيئا آخر ترك الكبر هذا أنت به تفعل خلقا التواضع تفعل التراحم تفعل التواد بينك وبين إخوانك وبين جيرانك وبين كل المسلمين فتكون فاعلا للخير أنا يجب فعلا أن نبحث عن هذه المعاني معاني الحسن ومعاني الزينة ومعاني الجمال أين نبحث عنها في صلاتنا نبحث عنها في صيامنا نبحث عنها في حجنا في عمرتنا في زكاتنا الإنسان إذا زك أو تصدق أي صدق من الصدقات إذا تصدق وأتبع صدقته منا وعذا أو كبرياء أو تسميعا فما كان فعله جميلا ولكنه قبيع سيء قذر ولكن جمال الصدقة في أن تمدها يدك اليمنى أو أن تخفيها يدك اليمنى عن يدك اليسرى جمال في أن تمد يد الخير إلى من مددت إليه يد الخير وأن تتفيض عليه بالمحبة وليس بالمن والأذى جمال يجب أن نبحث عن الجمال في كل هذا السلوك فإذا التزمنا الكتاب والسنة حقا فأول شيء ينبغي أن ينطبع في قلوبنا وخلوقنا جمال الكتاب وجمال السنة فإذا عدنا من الكتاب والسنة بغير جمال فقد عدنا بخفي حنين كما يعبرون يعني جناخويين وخجيب الهرطة قديا الكلام ومحفظا للاحكام فما جئت بشيء جئت خاوي الوفاة حينما تعود من كتاب الله وقد رحلت إليه وحينما تعود من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد رحلت إليها كيف رحلت إليها رحلت إليها بوجدانك بهمتك بعزيمتي حينما تعود من ذلك بكل ذلك فقد عدت بالخير كله يعني حينما تعود بالجمال حينما تعود بالحسن حينما تعود باللطف حينما تعود بالرحمة على الناس وللناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صفات الرحمة صفات الجمال صفات الكرمي صفات الجمال صفات السلام أن تسلم على من تعرف وعلى من لم تعرف صفات الجمال تلقى connected المسلم اللي يضرق عليه وجهه صفات القبع ما هذا بمنزل في المنازل الإسلامي والمنازل الإيمان أن المؤمن الذي بلغ المنزل الذي بلغ المنزل هو من بلغ الجمال حديث النبي عليه الصلاة والسلام العجيب من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله الجنة فيما ثبت عنه وصح عنه عليه الصلاة والسلام بلغ المنزل منزل الكمال ومنزل الجمال وجعل لنا في هذا الحديث وفي غيره صلاة الليل أسلوبا للتربية على الجمال وإنها فعلا لتربي على الجمال وتداوي النفس الخبيثة تداوي النفس الخبيثة التي خبثت بأخلاق الشر وبأخلاق القبح وبأخلاق الخشب والشوك كما يعبرون تداويها صلاة الليل ويداويها التواضع لله عز وجل ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن القبح والتقبع وينهى عن البؤس والتباؤس وينهى عن سفساف الأخلاق وسفاسفها ويأمر بالجمال ويأمر بالكمال ويأمر بالحسن وكثيرة هي الأحاديث التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحض فيها الصحابة على التطهر شكلاً والتطهر مضموناً ولذلك حينما ذكرته في خطبات الجمعة سابقة أن من سوء خلق المسلم أن يقصد قصداً إلى التبذل في ثوبه فهم ذلك خطأ لا أبداً هذا مقصيد من مقاصد الشريعة لا يجوز للمؤمن أن يتبذل في لباسه وفي شكله يعني الدربل وهو قادر أقول ليس قادر لا يوجد مشكلة في الفقر مشكلة في المخ مشكلة في المخ وفي العقل في القلب نجد الإنسان أحياناً يقصد إلى التبذل ويقصد إلى الهيئات الغريبة المثيرة ويجب أن نعرف أن الشرعة قد نزل على وفاق العرف فيما أجمع عليه العقل من الكمال والجمال يعني المنقر الكتاب السنة مش معناه أن العرف غير محكم لا القاعدة الأصولية المشهورة المعروفة العادة محكبة وقد عمل بها فقه الأمصار نعم كتاب السنة أولاً ولكن الكتاب السنة كيف يحتاج إلى ما يسمى بتحقيق المناط وهذا الذي جاله كثير ممن يعرف شكل الكتاب السنة ولا يلتفت ولا يستطيع لأنهم يعني في بعض الأحيان كنت قال الإنسان لا هو من العير ولا في النفير في العلمي ولا في طلبه قلت هذان الأمران الكتاب السنة لا يمكن أن يتشخص في سلوك الناس إلا بتحقيق المناط يعني بتطبيق ديله في الحياة ديلة الناس مش كون هي حياة الناس أعرافهم أعرافهم وعاداتهم وبيئاتهم ومناخهم بلد حرة ولا بلد بردة بلد فيها اشتبزة ولا بلد فيها اشتبزة ذلك يؤثر في تكيف الدين في حركة الشمال كل ذلك ولذلك من سوء الخلق أن يقصد الإنسان إلى مخالفة عراف الناس بلباسه هذا لباس شهرة ذكرته قبل وأعيده ما هي لباس لباس شهرة أبدا ولكن لباس سنة حينما تلبسه ما هو إنما هو أصول وقواعد تقتضي ستر عورتك وتقتضي عدم التشبه بالكفار وتقتضي ما تقتضي وتقتضي أيضا بالتبعي أن يناسب ذلك أهلك وزمانك وزمانك وبلدك وبلدك ما تدرش وعد الحاجة غريبة فلذلك إذن من قواعد الجمال أن يحافظ الإنسان على التناسق العرف أيضا إنما هو الجمال سواء كان في وجه إنسان رجلا كان أو امرأة في ظهره منظر في السماء في البحر في المبغي الجمال تناسق معين هذا هو الجمال حجام قدام حجام تناسق في الألوان أو تناسق في الأشكال الهندسية أو تناسق في أحجام خلقة معينة وهكذا رغمك تعجبك الحاجة حتى تكون مقدة تناسق والألبيسة والأشكال أيضا تحتاج إلى تناسق من الناحية الفرضية ومن الناحية الجماعية يعني المجتمع المغرب مغاربة رهم مربيين واحدة طربية معينة من الناحية الاجتماعية فيها ما هو يخالف الشريعة لا نتبعه ولا كرامة هذا ما كان قلبش عليه نحاربه وفيه ما لا يخالف الشريعة من ألبيسته وسلوكه وأحواله هذا محبوب ومندوب ومطلوب التوافق معه كتقد معه تناسق ما تكون إشتب وحدك خارج من الجماعة تخالف إذن بحل شي من ضر ما مركبش في واحد الألوان متناسقة انتب وحدك شاذ هذا يخالف يخالف النسق العام للجمال وإذا خالف ذلك فقد خالف بالتبعي كل آيات القرآن التي تحض على هذا المعنى يا بني آدم اخذوا زينتكم عند كل مسجد ولكم فيها جمال خالف الذوق ما ينبغي المؤمنين يخالف الذوق وقد علم أن من الكليات الشرعية المقصدية كليات التحسينات من بعض الضروريات والحاجيات التحسينيات أو التحسينات وما التحسين التزين والتجمل صحيح أنه كين الأصول وكين الفروع فتزين القلب أصل وتزين الشكل فرع لكنه تابع الله تابع الله ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبل الإنسان إزاره لما؟ لأنه كان خلقا في الجاهلية عند العربي يقصد منه التكبر والكبرياء هو الثوب دل على واحد المعنى كين في القلب كان رؤساء القبائل والشخصيات الكبيرة العربية الجاهلية من لي لبس ثوب كي يجر منه منه ره مترو لجوج مترو وقد يقتضي ذلك أن العبد وإنما يعني الملك لله الواحد القهار كيبدأ جره هزله هذيك الأذيال دياله للثوب ديال يعني غد يبحل يبحل التوص ولا يبحل بيبي من الكبرياء فحرم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ما أسفل الكعب من الإزار في النار لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام بمقتضاع في الناس بمقتضاع في الناس أن هذا الشكل يدل على مضمون يعني هذاك المظهر اللي على براء كيدل على واحد المعنى كينفق قلب ذلك الإنسان وكينفمخه وهو أنه كيتفخم على عباد الله والكبرياء صفة واحدة لله الواحد الأوحد ما ينبغي أن تكون لعبد يسير على الأرض يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فهذه المعاني التي ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان ومن للإنسان يقذب الثوب دياله ويتكبر على الناس إذن ما دلوله ما دلوله عكس الأمر تماما أخذ بالقشور وترك اللوباك بل ينبغي أن يكون سلوكك الظاهر تعبيرا عن سلوكك الباطن عما في قلبك والقلب يفضح صاحبه خل إنسان يزوق كم ما بغى وخل إنسان يشكل كم ما بغى القلب يفضح صاحب علاج لأن القلب لا يستطيع أن يتصنع لكي يتصنعه والمظهر ديالبرة والقلب إذا كان فيه خبز مع المدّك يظهر إذا كان فيه شر مع المدّة يؤذي إذا كان فيه شوك مع المدّة يشوك الناس فحينما يبدو هذا يصير الأمر نوعا من مفاق الخلق وهذا من أقبح وأبشع صور السلوك البشري فليس عبثا إذن أن يذكر الجمال منزلة من منازل الإيمان ومقاما من مقامات الإحسان وليس عبثا أن ينص الله عليه عز وجل في القرآن ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون هدرها تربيع كربنا الله عز وجل شوف قلب حتنت حاول دخل مكان وتعرف ماذا تغير فيه ماذا تبدل فيه ما فيه شيء جميل وما فيه شيء قبيع حتى لا تكون قبيحا وحتى تستطيع أن تجمل نفسك وحياتك وأبناءك وأسرتك وسلوكك ومحيطك العام المدينة الإسلامية الحقيقية ما ينبغي أن تكون قادرة ولمرتع للقادرات إن كان هذا فيدل على أن الناس معرفوا الإسلام حقا ولا ذاقوه ذوقا وإنما أخذوا أشكاله وتركوا لبه والله عز وجل نبهنا إلى هذا المعنى في شيء بسيط في الرعي ورعي العبل ورعي الغناء من أبسط العادات إلى أعلى مقامات العبادات خذوا زينتكم عند كل مسجد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطهر ويأمر بالطهور ويمس من الطيب ويجعل للجمعة ثوبا خاصا وكان أطهر ما يكون وكان أجمل ما يكون وكان أنظف ما يكون في كلامه وفي سلوكه حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام خلقه مع يهود المدينة كان جميلا هجيبا ما نقض أهدا ولا خان أمانة وإنما كان داعية معلما مربيا ميسرا لا معنتا ولا متعنتا ولا لعانا ولا فحاشا وصحانه عليه الصلاة والسلام لا يكون المؤمن لعانا مؤمن ما ينبغي أن تكون لعانا تذكر الإنسان وتصب عليه من ثم كل لعنات كل قطرات وهو من المسلمين هذا أمر ما ينبغي لمؤمن وما ينبغي لمسلم أن يكون ذوقه ولا بعض اللسان نظافة اللسان نظافة القلب نظافة الثوب نظافة البيئة نظافة الأحوال كل ذلك مطلب شرعي كلي أكيد لا يعرفه إلا من خضع لله حقا وصدقا راه دول ببد يلو راه الببد يلو هو الخضوع لله حينما ترى ذلك في الإنسان اعلم أنه قد أخذه من باب العبودية وقد خير رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيح الثابت بين أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا لماذا؟ اختار الجمال اختار الجمال عبد جميل اختار الجمال أن يكون جميلا أن يكون رفيعا عند الله عز وجل وآية الإسراء من سورة الإسراء تدل على لطف هذا المعنى وجماله حينما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية فقد وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله وصفه بعبده سبحان الذي أسرى بعبده بينما الصياق يعني العبودية هي توضع خضوع نزول ركوع وسجود بينما الصياق ديالآية علو ورفع إسراء ثم عروج ومعراج فحينما خضع ارتفع سبحان الذي أسرى بعبده اخضع ترتفع عند الله عز وجل ولذلك قالوا من توضع لله رفعه معنى صحيح فباب الجمال فعلا هو هذا المعنى هذا بابه وهذا مدخاله ولذلك واجب على المؤمن أن يبحث عنه وأن يشذب ويهذب نفسه النفس ديالنا فيها خبز ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفسك تكون بحل بحل جرديني ونفسك تنبت منهامة التقوى والفجور لكل مقص في الدك الأغصان التي أغصان التقوى ارعاها ارعاها وسقيها والتهلى فيها وأغصان الفجور شذبها على مقص في الدك وهذبها قطع قطع شو واحد الغصن خارج ديال البخل غصن ديال الشر غصن ديال الحسد غصن ديال الكبر قطع قطع التهديب والتشذيب وجعله بعض العلماء منزلة من منازل الإيمان تهديب والشذيب لتصفو النفس ويبقوا غير الأغصان لالتقوى هذا جمال فالدخول إلى هذا المعنى هو دخول إلى منزلة التهديب والتشذيب وقد ذكرناه وفص الله ولذلك إن بغينا لمؤمني أن لا يزال يذكر هذه الآية ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرع لكم أي أنعم الله عليكم بذلكم فانبغى ووجب أن تطلبوه وتبحثوا عنه فمن لم يعرفه وجب أن يعرفه ويتذوقه لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الآلة من لتدوق الحاجة الصغيرة قد تولي لتدوق الحاجة الكبيرة وينبغي للمؤمن أن لا يزال يذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل نحب الجمال فاللهم اجعلنا من المتجملين لك بعبادتك وبذكرك وبشكرك واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا إجمعين وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وينفر الله لي ولكم السلام و